لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الوكالة البيت المعمور وكالة الحمد لله اللي عندها الصيط في المغرب كامل وخارج المغرب الوكالة اللي تتقم ببرامج متنوعة ومختلفة فيما يخص العمر والحج برامج من الاقتصاد المتوسط والسياحي والممتاز الحمد لله تنصروا على خدمة الحجاج والمؤتمرين من أول ما تيدخلوا عندنا من قياد من تجال من ما يخص بالفيزات المسائل اللوجستيكية في المطار حتى يصلوا المدينة المناورة بجداء الاستقبال تمام الطقم اللي هو طقم ما شاء الله دوخي براء وطقم اللي تنصر على خدمة الحجاج وخدمة المعتمرين وكذلك فيما يخص الخدمة ديال التأشيرات السياحية ولا التأشيرات الدول الأوروبية فهذه الوكالة اللي هي وكالة البيت المعمور يعني كان صهروا الحمد لله وكان تعبوا على الراحة ديال المعتمرين الراحة ديال اي معتمير لا بالنسبة اللي هنا في المغرب لا بالنسبة اللي هنا في المغرب لا في المغادرة ديالكم من اللي هنا من المغرب لا بالنسبة في الاستقبال اللي هي فكن نكونوا معكم بخطوة 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 من المدينة من المطار حتى المدينة لمن المدينة حتى المكة واي حاجة احتاجها المعتمير لا الحاجة اللي كتتعلق بالعمراء لا الحاجة اللي كتتعلق بخارج العمراء نسبة يعني اللي حويجي خارجين على العمراء فاحنا كنوقفون عنهم في اي حاجة وفي أي نقطة الحمد لله وبالنسبة للإرشاد فره الناس لي ما عارفين شو لا تكون إرشاد من الهناية الإرشاد كيكون من الهناية أولا وتانيا لما كتصل لهذه إن شاء الله بإذن الله فكنوريكم كذلك الخطوات التي يديرون الناس في العمراء الخطوات المخصومة التي يديرونها من الناس الأخطاء يعني المواقع الإحرام أي حاجة كنوريكم هذه الحمد لله بإذن الله منذ نشأة وكالة البيت المعمور وانضمام وكالة فضأ السياحة إليها نحرص أشد الحرص على أن يؤدي المعتمرون والحجاج مناسكهم وفق المذهب المالكي أولا الذي هو تابت من التوابط المغربية لكننا نحرص على أن يكون في ذلك في راحة تامة فلا نعسير ولا نترك الأمر على عاهله نحاول قبل الدخول أو قبل الصفر أن نبين للناس هذه المناسك وفق مذهبنا على أتم وجه ثم نبحث لنوافق عملنا الواقع نسير فعلا ما ترسمه السلطة السعودية مشكورة لها كتحرص أشد الحرص حتى هي على أن يؤدي المغاربة حجهم وعمرتهم وفق مذهبهم لا سيما في الجمارة لكون تفوج السلطة السعودية تراعي أننا مالكيون وكتعطينا الوقت ديال المالكية والناس الحمد لله الذين صافرنا معهم كانوا مرتاحين ومطمئنين ولقينا فيهم الوطانية المغربية أنهم كيحرصوا على المذهب ديالهم ويوافقوننا في ذلك والحمد لله يؤدون مناسكهم على أحسن وجه والوكالة كتسهر أشد الحرص على راحتهم النفسية والدينية وعلى طمئنينتهم والله يوفق الجميع فيه للعام إن شاء الله هذه الوكالة اللي هي وكالة البيت المعمور اللي عندها سيط وعندها معريفة وعندها وحدة صمعة كبيرة الحمد لله تنتمنى وإن شاء الله الكليا اللي غيرتقيده معانا لا سواء العمر أقولنا في الحج دي الألفين أربعة وعشرين سيرعوا لأن العدد المقاعد اللي عندنا عدد جد ضائل بحال السنة الماضية كانوا يقع المشكلة يعني لما عمرناه جواناك ليندي لما قدرناش نوفي اليوم نوفي نوم فهذه السنة نتمنى إن شاء الله في إذن الله يتقيده بالسرعة باش يخذوا المقاعد دينهم بشكل بيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لنسبة الطيران نحن شركة دي الجميع طيران يعني إلى الخطوط السعودية للخطوط المغربية للخطوط القطرية الإمارتية للخطوط تركية وخاصة الخطوط المصرية اللي عندنا بهم علاقة وطيضة بزات اللي تنضلوا رحلات المغرب مع مصر ورحلات المغرب مع مصر مع العمر وعبر مصر مع القدس يعني رحلات متنوعة وكذلك تنحضوا بواحد اتقاء كبيرة مع الطيران المصري اللي تعطينا رحلات إضافية فيما يخط موسم الضغط يعني موسم العمراء اللي تعطينا رحلات في جميع أنحاء المغرب يعني تناخدوا من أقادير من المراكش من ضربضة من فاس من طالجة من ويجداء يعني وقت ما تنبغيوا تيعطينا الحمد لله وتيوفيهم معنا فهالطيران اللي تنشكرون من هذا المنظار أنه طيران اللي عنده تقاء وطائرات من طرز الرافع يعني طائرات زعماء مريحين بزاف والناس اللي تيخدمون معنا ابتقاء وبأريحية والناس اللي عندهم صمعة كبيرة فالطيران اللي منصري تنشكرون من هذا المنظار وتنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله نزيد من التألق والعطاء في هذا المجال خدمة الحجاج والمعتميرين